عقد في العاصمة عمان وتحديدا في وزارة الأشغال العامة والإسكان مؤتمر صحفي للإعلان عن المؤتمر الدولي للاستثمار والمصارف والطاقة بالشراكة مع اتحاد المقاولين العرب والذي يهدف إلى إقامة الشراكة بين المقاولين والنقابات العربية المتخصصة وزارة الأشغال بصفتها وعلاقتها مع اتحاد المقاولين العرب تحتضن المؤتمر القادم يتم بـ 25 نيسان الشهر القادم في الأردن هذا المؤتمر هو مؤتمر لآيات الاستثمار وتجهيع موضوع التمويل هدفه التمويل تمويل المشاريع الإنشائية دورنا سيدي أن نسهل عملية التمويل ونجد إعاليات أسهل للربط بين البنوك والمصارف وشركات التأمين مع قطاع المقاولات وقطاع الإسكان حتى نسهل تمويل هذا المشاريع الإنشائية ووضح رئيس اتحاد المقاولين العرب سعادة السيد فهد الحمادي أن قطاع المقاولات يشهد تحديات وتعقيدات بحاجة لدعم من الحكومات والدول العربية للأصول إلى قطاع متميز وفعال اليوم نطالب بإنشاء بنك في كل دولة للإنشاء والتعمير أنا أعتقد أنه نطالب جميع الأجهزة أن تكون مساهمة في هذا البنك سواء بنوك أو تأمين أو شركات أنا أعتقد أنه هو الداعم الأساسي وهذه الأمثلة طبقت في جميع الدول في كوريا وفي عدة الدول في الصين وفي اليابان ودول أوروبية كثيرة أنشأت مثل هذا البنوك التي هي تعتبر مساندة لقطاع الإنشاءات الطموحات العامة لقطاع المقاولين العرب أن يخرج المؤتمر بتصورات واضحة وأن يبلور رؤية تحدد معالم الطريق وتزيد من فاعلية القطاع لتفجير الطاقات الكامنة والتي يقع على عاتقها تحقيق التكامل وتوحيد القدرات الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على قطاع المقاولات العربي تحديات وطموح تناقش في المؤتمر الدولي للاستثمار والمصارف والطاقة الذي سيعقد في عمان في تاريخ الخامس والعشرين من الشهر المقبل لبرنامج أموال المسارات عز الدين مغاريز عمان